اسم الدرس الفعل الماضي مسند إلى الغائب أو الغائبة ضمائر الغائب هي ضمائر تدل على الغائب الغير موجود وقت الكلام مثال ذلك هو يساعد والده في النجارة هي تخيط ثوبا جميلا لنتعرف إذن على ضمائر الغائب هو للمفرد المذكر هو يلعب الكرة هي للمفردة المؤنثة هي تلعب الكرة هما للمثنى المذكر هما يلعبان الكرة هما للمثنى المؤنث هما تلعبان الكرة هم للجمع المذكر هم يلعبون الكرة هن للجمع المؤنث هن تلعبن بالكرة لا نهتم في درسنا هذا بجميع ضمائر الغيبة فنحن شفنا كل الضمائر وطرق إسنادها للمفرد والمثنى والمذكر والجمع لنفهم الدرس أكثر لكننا سنهتم بضميري الغائب هو والغائبة هي هو وهي ضمائر رفع منفصلة تأتي في الجملة في محل رفع مبتدأ أو فاعل أو نائب فاعل أو خبر التمرين الأول اجعل الفعل في زمن الماضي مع الضمائر الآتية هو هي يفرح يجري يلعب ينجز الإجابة هو فرحة جرى لعبة أنجز هي فرحت جرت لعبت أنجزت إذا دققنا النظر في نهاية الأفعال المصرفة وجدنا أنها مع المذكر هو انتهت بفتح ومع ضمير المؤنث هي انتهت بتاء وسكون التمرين الثاني أعد إسناد الجمل التالي إلى هو وهي جمعت صوراً لحيوانات برية يقدم التلميذ هدية لمعلمه اقتنيت تذكرة السفر بعد أن حجزت مكاناً في الحافلة الإجابة هو جمع صوراً لحيوانات برية هو قدم هدية لمعلمه هو اقتنى تذكرة السفر بعد أن حجز مكاناً في الحافلة هي جمعت صوراً لحيوانات برية هي قدمت هدية لمعلمها هي اقتنى تذكرة السفر بعد أن حجزت مكاناً في الحافلة التمرين الثالث اكتب مكان النقط الفعل المناسب من جملة الأفعال المقترحة بعد تصريفه مع ضميري الغائب هو أو الغائبة هي خاط رتب وضع علق رصف انتقلنا إلى مسكن جديد فا امي ستائر جديدة و في غرفة الجلوس و ابي فوانيس مختلفة الشكل في الغرف و اختي ادوات المطبخ و اخي احمد الملابس في الخزانة الاجابة الاجابة انتقلنا إلى مسكن جديد فخاطت امي ستائر جديدة وعلقتها في غرفة الجلوس ووضع ابي فوانيس مختلفة الشكل في الغرف ورتبت اختي ادوات المطبخ ورصف اخي احمد الملابس في الخزانة اشتركوا في القناة